خبر أنا عجبني في صراحة جداً موضوع فوربس Under 30 ده فوربس Under 30 هو تقدر تقول كده ده الملتقة اللي بتعمله فوربس وتحديداً فوربس شرق الأوسط لريادة الأعمال المديرة التنفيذية للأكاديمية الوطنية للتدريب دكتور راشا راغب شاركت فيه فاعليات ووقع هذه القمة السنوية لمؤسسة فوربس الشرق الأوسط فوربس Under 30 لريادة الأعمال لأول مرة وكان عندنا هنا في مدينة الجونة بمحافظة البحر الأحمر المدير التنفيذي للأكاديمية دكتور راشا راغب بالفعل وقعت لأنه للتدريب بمصر هنا ومنتدى شباب العالم وعملت وقعت إيه وقعت بقى بروتوكول التعاون مع شركة فوربس طيب إيه الهدف؟ الهدف بأنه فوربس تصبح واحدة من شركاء المنتدى والأكاديمية في الشق الإعلامي ده من خلال إجراء تغطية إعلامية شاملة للمنتدى أنشطة للأكاديمية على منصتها المختلفة طيب إيه كمان؟ البروتوكول بيهدف للتعاون ما بين الأكاديمية الوطنية للتدريب ومنتدى شباب العالم من جهة ده إحنا مصر ومن ناحية تانية شركة فوربس الشرق الأوسط لإيه؟ لإتاحة عدد من البرامج التدريبية اللازمة والمشاركة والتنسيق في حضور فعليات ومؤتمرات بشكل تبادلي ما بين الطرفين والتنسيق لإجراء ورش عمل وده مهمة قوي وتدريبات وجلسات على هامش المنتدى كمان أوجه التعاون والمشاركة شملت إيه؟ شملت أنه يتم ترشيح عدد من المتحدثين من ذوي الخبرة من كوادر البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب لقيام بالمشاركة في جلسات القمة وكمان المشاركة بجناح المنتدى البوث بتاع المنتدى منتدى شباب العالم وترشيح كوادر شبابيا التعريف بمنتدى شباب العالم الإجابة والرد على أي أسئلة أو استفسارات خاصة بيه شغل أكتر من رائع بالمناسبة تعرفين لو كنتي الحاجات دي موجودة مثلاً والواحد عنده عشرين سنة كان زماني دلوقتي عديت الفلانكات والله وعدت البراميل كان زماني دلوقتي ملياردير صغير وأنا على إعتابة 48 أنا كنت هعمل عمايل ما أقول لكوش أصلاً كل الأفكار اللي في مخي مش عارب بقى هي شكلها كده تديف فلوس كتير بس هعمل إيه؟ ولا كان فيه متدى شباب العالم على أيامي وأنا صغير ولا كان فيه شراكات مع مؤسسات زي فوربس وما إلى ذلك هل فتنا القطر؟ ما فتناش لأنه بمنتهى البساطة على الأقل نساهم بالتعريف وبالتوعية وبالمعرفة وما إلى ذلك